أطلقت Economina Analytics وهي شركة مستقلة مختصة بتزويد البيانات الاقتصادية تقريرها للتوقعات الاقتصادية اللبنانية ليول النصف الثاني من العام 2016 وتستند النتائج الرئيسية على توقعات 17 من الاقتصاديين الرائدين في لبنان بين 15 تموز و 2 أب وأظهرت نتائج ارتفاع توقعات الاقتصاديين اللبنانيين للنموء الاقتصادي من 0.7 منذ 6 أشهر إلى 1.2 اعتبارا من تموز يوليو هذا وكان الاقتصاديون أكثر تفاؤلا مما كانوا عليه منذ 6 أشهر بالنسبة للنشاط في قطاعي النقل والمطاعم كما توقع 17 مشترك في الاستطلاع استقرارا أو تحسن في إنتاج قطاع النقل خلال 12 شهر مقبل وتوقع الاقتصاديون أن يتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث النشاط يليه قطاع التعليم وقطاع تصنيع المواد الغذائية والمشروبات في المقابل وعلى الرغم من التوقعات بتحسن حركة السياح الوافدين إلى لبنان لم يحظى قطاع الفنادق بتفاؤل الاقتصاديين فقد أظهر الاستطلاع تضاء الفرص نموه حتى مقارنة بقطاعي العقارات والبناء أما لجهة التأثير السلب لانخفاض أسعار النفط على تحويلات المغتربين فقد أجمع المستطلعون على استمرار تدفق التحويلات بصورة ثابتة خلال الأشهر الاثنين عشر المقبلة مقارنة بنظرة سلبية أبدوها في بداية العام 2016 وبالنسبة للعقارات فقد أبدأ الاقتصاديون نظرة أكثر تشاؤما مما كانت عليه في بداية العام إذ توقع حوالي 76% منهم أن تنخفض الأسعار خلال الأشهر الاثنين عشر المقبلة ولكن 65% منهم توقعوا أن يكون انخفاض الأسعار في بيروت أقل من 20% خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق وتلاشت التفاؤلات بانتخاب رئيس للجمهورية خلال عام 2016 مع حلول شهر تموز حيث توقع اقتصادي واحد إمكانية ملء الشغور في أعلى منصب خلال العام مقابل 8 اقتصاديين في استطلاع لشهر كانون الثاني وبالرغم من أن معظم الاقتصاديين المستطلعين اتفقوا حول أفاق انتخاب رئيس للجمهورية إلا أنهم اختلفوا حول إمكانية فرض عقوبات مالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على مؤسسة مالية لبنانية في العام 2016 وعام 2017 ففي حين رجح خمسة اقتصاديين فرض عقوبات استبعدها خمسة اقتصاديين آخرين وبدأ الباقون غير أكيدين من فرض أي عقوبات هذا ولم يكن الاقتصاديون متفائلين حيال التنقيب عن النفط والغاز حيث استبعد تسعة إمكانية إصدار رخص التنقيب قبل نهاية العام 2017 تباتاش